بمناسبة عيد الأم نظمة جمعية التواصل والحوار الإنساني بالتعاون مع جامعة البلمند أمسي شعري خاصة بعنوين الدنيا أم وشركت فيها الشاعر سهام الشعشاع إلى جانب مجموعة من الشعراء والشخصية السقفية لوالدتي طقوس سرها فيها يجيء الصبح توقظني تسرح شعر ماضيها صباح الخير يا أمي تقبلني تزينني لما يأتي وتوقض بأمانيها كاميرا أغاني أغاني والزميل ألان صالح لتقو سهام على هيمش الندوي فتحدثت عن مفهوم الأمومة وحب الكبير لابنة اللي جعلت حس فعليا بعيد الأم الأمومة بتحس بقيمتها أكتر بس الأم رعا تصير أم أو البنت تصير أم لأنه بتحس حالها قدية كانت مش حاسة بحيثيات الأمومة أو بالتبعات الأمومة الأم مش بس كلمي من أولى مش بس مسؤوليات ووجبات وطبخت وغسلت وحممت وسهرت فيه أشياء من جوة بقلب الأم بتتغير بتصير حتى محبتها لنفسها بتتغير تصير تخاف على حالة أكتر بتصير حريصة على أن تكون بكامل صحتها وقوطها وطاقتها كرمال عائلتها وولادها هالشيخ خلاني يعني أعرف أنا مع ولد واحد شوف أمي مع ثمان ولاد هالإحساس المتكرس والمتجذر فيها قدية كبير وقدية عالي إلى جانب ابنة جويل تحدثت سهام أيضا عن والدتها وعن الأسر اللي تركته فيها من صغرة حتى اليوم أنا لما طلعت من بيتي وتجوازت أنا أخدت إيد أمي معي يعني الأمومة كانت متجذرة فيه سلفاً لأنه أنا ربيت بكناف والدتي فبالتالي وفاة والدي عززت زبدك منصوب الأنوفي أكتر عندي لأنه أمي لعبت دور الأب والأم والأخ والأخت يعني كل الأدوار الحلوة بحياتي فعززت فيه الأمومي من قبل مصير أم بالحديث عن هالمناسبة الخاصة سأل ألان سهام عن سبب غياب أغنيات عيد الأم اللي بتحمل توقيعة لتفجئنا بيعتب الكبير على النجوم أنا عملت أغاني محمد رحيم ملحن أغني وفيه أغنية تانية كمان ملحنة عن زياد بطرس بس اللي بأكد لك يا أنه الفنانين كتير صعب التعاطي معهم بهالموضوع مجرد ما تقول لهم أغنية للأم بيقولوا لك أغنية آنية أغنية مناسبة نحنا بدنا أغاني حب بدنا أغاني مسرح الفنانين هن الصعوبة فيهم مش نحنا نحنا الشعرة منكتب بس بدك مين يغني مين يوصل هاي الرسالة وأنا دايماً بقول أنه الثقافة الفنية كتير مهمة ومعظم فنانيننا للأسف مش مفقفين إلى جينب سهام كان حضر أيضاً بالحفل الفنين رواد شيها اللي تعرفنا عليه ببرنامج ستوديو الفن بنسخته الأخيرة عبر الـ MTV فتحدث عنها العيد وخصوصيته وعن علقته بسهام اللي كتبت آخر أغنياته قبل تلوع الضوء أكيد عند الأم طبعه الخاص بالنسبة لكل الناس بالنسبة لإلنا بيطلب الصميم الأم هي الحياة بالنسبة لإلنا أكيد عرفنا قبل شوية كنا عم نحكي مع شاعدة سهام الشعشع وقدتنا إنه آخر أغنية لقلك أو اللي نزلتها من فترة أسيرة إنه هي كتبتها خبونا شوية عن هيدا الأغنية وعن كلماتها صحيح هيدا الغنية لستسي هام الشعشع اسمها قبل تلوع الضوء نزلت من فترة مش طويلة كتير صلى تعريباً شيء أسبوع نزلت بتقول قبل تلوع الضوء بنتفي كنتيش إنك عم توفي تلفنتلك حتى إيك إني عن جد اشتقتلي وإنتي وحدة عم حن لك وبحضنك عم حسب لك فيه الأغنية من ألحان سليم عساف وكلمات سهام الشعشع اللي حبت إنه تعطي رأيه برواد خلال لقاء معنا ورواد من الأصوات اللي نجحت بستوديو الفن بس هو ترك فترة وهلأ أخذ علاعاتكم إنه بده يرجع بده يرجع يشتغل على حاله ويتمرن يفوت على الفن من البواب العريضة بكل الأحوال بعتقد رواد هلأ بتلاقيه حاضر لأنه دايماً بتابع الأمسيات الشعرية وبيحب يحضر فهلأ بغمزك عليه بدلك عليه إلى جيني برواد سهام عم تحضر عدة أعمال لنجوم السحة الفنية كانت كشفت أكتر عن تفاصيله في مجموعة أغنية ملحنة أوراديو سارة جاهزة وعم نحضر هلأ في أنا وآدم عم نحضر في أغنية مسلسل الواق الواق اللي تسجلت مؤخراً القيصر قادم السهر هو غنيها رح تكون أغنية شارة المسلسل رح يكون في أغنية غنتها أورادي سجلتها كمان كارول سميحة لمسلسل مدرسة الحب مع جمانة مراد فيه كتير أغاني يعني غيرها مع عدد من الفنانيين إن شاء الله كل شي بوقته رح يتم الإعلان عنه أصبحت ندوات سهام الشعشاء الشعرية والأدبية بمناسبة عيد الأم محطة منتظرة من عام لعام على أمل ينعاد على أم جول بطول العمر والصحة والمزيد من الإبداع والعطاء أنا كتير مبسوطة بس شو شعار أغاني أغاني بعرف أنه هذي أصدقائي اللي حريسين دايماً على متابعتي موجودين معك